تعود العلاقات المصرية الموزنبيقية إلى فترة ما قبل تحرير موزنبيق في أواخر الخمسينيات والستينيات حيث استضافت مصر عددا من حركات التحرير الموزنبيقية التي اتحدت فيما بعد في تنزانيا لتكون حركة تحرير موزنبيق في منتصف الستينيات كما استضافت كوادر جبهة التحرير الموزنبيقية بعد تكوينها وقدمت لهم العون السياسي والفنية اللازم لإعدادهم لمرحلة النضال من أجل التحرير واستمرت العلاقات المصرية الموزنبيقية خلال فترة حرب التحرير من خلال إمداد حركة تحرير موزنبيق بالسلاح والتدريب تتسم العلاقات بين مصر وموزنبيق بالمتانة على ضوء دعم مصر التاريخي لنضال الشعب الموزنبيقي من أجل الاستقلال وكون مصر إحدى أوائل الدول التي أقامت صفارة لها في ماباتو عقب استقلال موزنبيق مباشرة عام 1975 كما تحرص القيادة السياسية في مصر على تنشيط العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية الثنائية كانت مصر من أولى الدول التي عطرفت بجمهورية موزنبيق المستقلة في عام 1975 وافتتحت صفارتها في مابوتو في سبتمبر في نفس العام كسادس سفارة تفتح في العاصمة الجديدة وأول صفارة عربية شهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزنبيقية بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلها بالزيارات إلى مابوتو خلال الشهور الماضية وبدأ بعضها بالفعل في تأسيس مشروعات لهم فضلا عن مشاركة الشركات المصرية لأول مرة في معرض مابوتو الزراعي والصناعي والتجارية الدولي عام 2019 حجم التبادل التجاري بين مصر وموزنبيق بلغ عام 2018 تسعة ملايين ونصف المليون دولار منها تسعة ملايين ونصف صادرات مصرية وعشرة ألاف دولار واردات مصرية وأهم بنود الصادرات المصرية إلى موزنبيق هي السكر المصنوعات السكرية الأسمدة الحبوب وزيوت معدنية ترجمة نانسي قنقر